موسيقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة واتفعالوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة واتفعالوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأحد اجتماعا لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال انتحانات السنوية العامة والأزهرية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو للسنوية العامة فيما ستمتد السنوية الأزهرية حتى 27 يوليو بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزة السكرتيري العام بجانب قيادات مدرية الأمن والقطاع العسكري والمستشار العسكري بالإضافة إلى مديري التعليم والأزهر والصحة والإسعاف والعمليات والحملة فضلا عن رؤساء المراكز والمدر واستعرض المحافظ خطة التأمين الشاملة ووضع سيناريو تخيلي للتعامل مع المواقف الطرقة حيث سيتم محافظة أي مسؤول لا يبلغ بأي موقف طرق أثناء مراحل العملية الامتحانية بداية من تسليم أوراق الأسئلة والإجابات وحتى توزعها على الطلاب داخل اللجان وأيضا تسليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراكبين والملاحظين والطلاب بجانب متابعة أعمال تأمين وتطهير وتعقيم مقر اللجان الامتحانات بشكل دوري ويومي سواء داخل أو خارج المدارس والمعاهد الأزهرية بواسطة الجهات المسؤولة هستدعم المحافظة أعمال التعقيم بواحد ونصف طن كحل منها طن كحل للصحة ونصف طنة للتعليم والأزهر وشدد المحافظة على تطبيق جميع الإجراءات اللقائية لمجابهة جائحة كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمراكبين والعملين بهذه المدارس والمعاهد الأزهرية قبلوا أثناء الامتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع كشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراكبين أثناء دخوله وأيضا التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها علاوة على تركيب بنارات وملصقات طواعية للطلاب والعملين لإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من انتقال وانتشار فيروس كورونا ووجه المسؤولين بتوضيح طواعية الطلاب والمراكبين بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة إصابة الطالب بالفيروس قبل الامتحانات حيث سيقوم للأمر بتقديم طلب مدعم بتقرير الطبية تؤكد إجابية الحالة أما في حالة الإصابة أثناء الامتحانات سيتم تحويله لنزل الشباب أو إحدى مستشفيات العزل مع تأجيل الامتحانات في الحالة طبقا للقرارات الوزرية هو الذي سيتوازى مع قيام مدرية الصحة بعمل حصر للطلاب المصابين قبل الامتحانات من خلال توزيع رائدات الريفيات على مناطق إقامتهم لسرعة التعامل مع أي حالات تظهر بين الطلاب وناشد أولياء الأمور بعد متزحم أو التجمع أمام مقر اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحانات للحد من انتشار الفيروس حيث سيتم موضع حواجز أمنية لمنع زي التجمعات المتوقعة ويذكر أن 36 لجنة رئيسية 11 لجنة احتياطية موزعة على مراكز ومدر المحافظة ويتضم 7,843 بواقع 14 طالبا في كل لجنة بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان وعددها 49 استراح فضلا عن إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة لسنوية العامة وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بتكسيف أعمال النظافة ورفع الكمامة أولا بأول بجانب التأكد من توفر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة بالإضافة إلى تنصيق مع مسؤول المرافق العامة لضمان استقرار توصيل الكهرباء ومياه الشرب فضلا عن التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أي حالات مرضية ونقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات السنوية العامة يبلغ 7,843 طالبا وطالبا موزعين على 36 لجنة امتحانية بالمدارس بمختلف المراكز والمدن بواقع 14 طالبا بكل لجنة كما تبلغ عدد الاستراحات التي تم تجهزها للمراقبين 49 استراحة في حين يبلغ عدد الطلاب تقدمين لأداء امتحانات السنوية العامة الأزهرية 1771 طالبا وطالبا موزعين على 17 لجنة امتحانية بالمعاهد على مستوى المحافظة اشتركوا في القناة